أكد رئيس جوهة الحوار الوطني صالح المطلق في تصريح لبرنامج قريب منكم الذي سيعرض في تمام العاشرة من مساء اليوم رئيس البرلمان محمد الحلووسي أصابه الغرور والطغيان وعمل على إزاحة القريبين على المشهد السياسي من المكون السني لافتاً لأن هذا الطريق أدى إلى الانقلاب ضده عند الطغيان وغرور زائد انغر وبدأ يحاول يزيح القريبين على المشهد سواء كانوا من الصف الأول سابقين يحاول يزيحهم نعم شوية شوية بدأ يتحرك على الصف الثاني هذا طبعاً طريق بالنتيجة يؤدي إلى أن الآخرين يقلبون عليك